أهلاً ومرحباً بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحدي عشر هذا هو الأسبوع السابع في هذا الفيديو سنصلت الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال الأسبوع السابع الأخلاق في الإسلام هذا هو درسنا يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذه الحصة أن تتعرف إلى مفهوم الأخلاق توضح أهمية الأخلاق ومكانتها تبين كيفية اكتساب الأخلاق تستنتج آثار الأخلاق على الفرد والمجتمع توضح علاقة الإخلاق بالعبادات وأيضاً تقتدي بأخلاق نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وكما يظهر أمامك عزيز الطالب فالمحاور التي سنناقشها أولاً مفهوم الأخلاق الحسنة هي كل ما يتصد به الإنسان من صفات حميدة تجعلهم محل غضاً الله وتقدير الناس واحترامهم وللأخلاق في الإسلام أهمية كبيرة ومكانة عظيمة ويمكن بيان ذلك في وجوه كثيرة هناك الكثير من النصوص الشرعية التي تحف على مكارم الأخلاق وتمدح من يتصد بها والنصوص الشرعية التي تنهى عن الأخلاق السيئة وتذم من يتصد بها الحف على مكارم الأخلاق وإشعتها بين الناس من أسباب بعتة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إنما بعدت لأتمم صالح الأخلاق أيضاً كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يحسن خلقه ويهدي لأحسن الأخلاق فكان يقول في دعائه وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت بعد ذلك سننتقل إلى أثر الأخلاق على الفرد والمجتمع عزيز الطالب للأخلاق أثر كبير على الفرد والمجتمع لأنها أساس نجاح الإنسان قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كما أنها تحفظ للمجتمع تماسكه واستقرار وتحميه من الانحلال والتفقق وتصون الحضارات من السقوط والتراجع وتصهم في نشر روح التسامح والمحبة والعفو والمغفرة بين الناس ليكون المجتمع متحبا ومتألقا تنتشر فيه أجواء الأمن والأمان فيزداد البذل والعطا علاقة الأخلاق بالعبادات هناك الشعائر التعبدية في الإسلام لها مقاصد أخلاقية فإذا قام بها العبد على أتم وجه حسنت سلوكه وقومت الصلاة تنهى عن الوقوع في الفواحش والأثام قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك الزكاة تهذب النفس وتطهرها من الشح والبخ فتسيع المحبة والمودة بين الناس قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وبالطبع سنقوم باستعراض نماذج من أخلاق النبوة كان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وقد وجهنا الله تعالى إلى الاقتداء به قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة وهي نماذج كثيرة التي تدل على حصن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة فقد عرف بالصدق واشتهر قبل البعث بين الناس بأنه الصادق الأمين فهو أصدق من تكلم إذ لم يعرف الكذب في حياته جدا أو مزق بها وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق ونهى عن الكذب أيضا الصبر فلم يواجه أحد من المصائب والمشاق والمتاعب والأزمات كما واجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو صابر محتسب فقد صبر على اليوتر والفقر والبعد عن الوطن البعد عن الأهل أذى المشركين صدهم عن سبيل الله تعالى جوده وكرمه فقد كان صلى الله عليه وسلم كريما كثير العطاء وقد وصفه ابن عباس فقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة هذا هو عرض لما سنقوم بدراسته خلال الأسبوع السابع أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمت لكم طابة نهاركم بكل الأمل والخير والبركة ترجمة نانسي قنقر